أنا رأيي أن التأخير ده جي في مصلحة الأهلي. ليه؟ لأن الموضوع محسوم للمغرب. المعلومات كلها بتقول وبحكم قربي شوية من الكورة في المغرب بتقول إن المغرب هتنزل. التأخير ده قدى الأهلي السلاح اللي هو عايزه. لأن انت خلاص انت شبه الفرقتين اتحسنوا. وبعد كده أعلنت إن المواطنش هتلاقب في المغرب. ولسه لحد دلوقتي ما أعلنتش. يوم ما تعلن إن المواطنش هتلاقب في المغرب. والوداد موجودة كطرف في النهائي. أنت كده ضربت الفير بلاي في مقتل. الفير بلاي بيقول ما ينفعش أن يبقى. أن أنت تحدد ملعب فاينال أفريقيا أو فاينال بطولة قرية كبيرة. والفرقة معروفة وتلعب في نفس البلد. ده ضرب الفير بلاي. فلازم إنفانتينو اللي هو الصحافة كلها بتقول إن الاتحاد الأهوة مسيطت دلوقتي على الاتحاد الأفريقي. أنت فيل من قرار زيديا. صحيح. أنت فيل من تنظيم سيء للبطولة. أنت فيل من إحنا لحد دلوقتي قبل المباراة النهائية ما نعرفش في الملعب اللي هتلاعب في المباراة النهائية. عارش عادة. ما ينفعش. الفير بلاي هو شعار الفيفا. صحيح. والأهلي تكلف في البيان نقطة مهمة جدا إن هو حاط الفير بلاي رقم واحد. صحيح. دي نقطة مهمة لأن لو بعد كده لو تلعب المتش في المغرب أو اتقال إن المتش هتلاعب في المغرب. الأهلي من حقه يقدم شكوى لأن انت خلاص انت دلوقتي قدامك كل الأسلحة في موقف قوة. الاتحاد الأفريقي ما أعلنش ممكن كان من دور التمانية شوية الحجة دي تبقى قليلة. لكن انت الاتحاد الأفريقي ما أعلنش من دور التمانية. أعلن في نص النهائي بعد مبارتين وكمان من سوق حظل الاتحاد الأفريقي إن المبارتين خلاص شيء بمحسومتين في مرحلة الزهاب. الأهلي والوداد هم طرف النهائي. فخلاص انت عارف مين اللي هيلعب في النهائي. فلازم أعتقد أن حتى سعيد النصيري رئيس الوداد خرج بتصريح قال التصويت التحسم. صح. التصويت التحسم ده في مكاتب الاتحاد الأفريقي أو ما بين اللجنة التنفيذية. لكن مش معلن. لكن مش معلن. انت هتبدأ تحسب الاتحاد الأفريقي إمتى من بداية الإعلان عن الملعب رسمي. فأنت يوم هتشتكي ان ان انت كده ضربت الفير بلاي هتشتكي وانت معاك الإعلان الرسمي في وقت انت خلاص اتأهلت مع الوداد. واعتقد ان ممكن في الفترة اللي جاية يبقى فيه ضغوط شوية على التحاد الأفريقي ان هو يغير الملعب خصويتنا هو لسه ما أعلنش. المتاح. السنغال زي ما انت قلت. انا اعتقد اعتقد يعني ان ممكن السنغال تستضيفه. اعتقد اعتقد بشكل كبير يعني ان ده اللي هيحصل الفترة الجاية خصوصا ان في رغبة سنغالية قوية جدا في استضافة المباراة. والناس يعني عايزة برضو تثبت ان السنغال قادرة على استضافة بطولات كبيرة. ويبتدي بقى الكاف يفكر في ان السوبر الافريقي يبقى في المجرب. اقول لكم وراء اتطرحت دلوقتي. مش دلوقتي يعني اتطرحت في الساعات الأخيرة يعني. الدوح. اللهي هتبقى برضو ايهانة تانية. اتبقى انا اكبر ان انت في دولة في افريقيا ما تقدرش تعمل. هو اه التحاد الافريقي بمناسبة كلامك يا امير انه وحد معايير للملاعب. مش اي دولة هتقدر تترشع. فيه معايير للملاعب. فيه معايير زي ما انت قلت يا عبيب شبكة المواصلات الملعب نفسه وجودته. فيه معايير لان انت برضو هتصدر المباراة دي للعالم كله. لكن انت تلعب المباراة برا القرى. اعتقد دقيق انا اكبر بكتير جدا من اللي احنا عايشينه دلوقتي يعني. مش احسن متحصل ازمة يعني. بص هو السوبر لما يتلاقي برا القرفة في نهاية هي بتبقى بالزبط. بيحصل في دور كتير. والاسباب تسوقية. وان انت بتحاول ان انت تفتح. يعني ده اللي بيتقال. بس طبعا هو موضوع مادي ببحث يعني. بس انت بتفتح جماهرية لبيطولاتك لقرية. لكن نهائي دوري ابطال يتقام خارج حدود القرى. هي بصراحة اهانة كبيرة. وفي رأيي ان ده مفترض ما يبقاش مطروح. يعني ممكن تروح جنوب افريقيا. ممكن تروح السنغال. لكن ان انت تروح الدوحة لا اعتقد انها ما تنفعش خالص يا كريم.